في تصريحات لقناة النيل الأخبار قال عدنان أبو حسناء المتحدث باسم منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا في قطاع غزة قال إن اكتياح إسرائيل لرفح الفلسطينية يعني تجريد القطاع من عمل المنظمة تماما نحن نأمل أنه خلال الساعات والأيام القادمة يكون هناك تحرك كبير من كل الأطراف المعنية بعمل الأمم المتحدة بصفة عامة وليس الأنروا ولكن الاستمرار بهذا المنع من شأنه أن يؤدي إلى نتائج خطيرة وأيضا نحن نتساءل الآن ماذا سيحدث لو قامت إسرائيل باحتلال مدينة رفح؟ هل ستمنع الأنروا أيضا ورفح فيها مقرات الأنروا وأكبر مخازن للأنروا؟ يعني سيتم تجريد قطاع غزة من منظمة تعمل مع الناس من أكثر من 74 عام بهذه البساطة؟